السلام عليكم ورحمة الله معاكم دكتورة نادي علي قاسم مع درس جديد لمبادئ الحاسوب مبادئ واساسيات الحاسوب شونكم يا ربي تكونون بخير وصحب سلامة اليوم راح ننطي الكيان المادي من مكونات الحاسوب ونطرق الوحدة المعالجة المركزية من بعدها راح ناخذ الكيان البرمجي طبعا احنا قسم من أدهي شرحنا بالمحاضرات السابقة لكن اليوم راح نشرح بتفصيل اكتر نبدي بالكيان المادي احنا بالمحاضرة السابقة قسمنا الكيان المادي للحاسبة او الهاردوير قسمناها الى اجهزة الادخال واجهزة الاخراج اجهزة الادخال والاخراج من اجهزة الادخال لدينا لوحة المفاتيح او الكيبورد الماوس التاتش باد الي موجودة باللابتوب او لوحة اللمس السكانر الماسحة الضوئي الكاميرا القلم الضوئي الجويستيك او اسغل تحكم الي نستخدمه بالالعاب المايكروفون والقارة العلامات الي هو الي احنا مثلا نشوفه بالسوبرماركت الي يقرون بي البركود حتى يشوفون الاسعار بالنسبة للوحة المفاتيح او الكيبورد الكيبورد باقسام اقسام اللي هي صفحة 42 من الكتاب واني موجودة لمنزلت لكنيها كمحاضرة pdf اللي موجود بي اللي نحتاجه او اللي نعرفه يتمنقسم الى مفاتيح تحكم control keys والمفاتيح الوضائف اللي هي function keys ومفاتيح التنقل ومفاتيح الرقمية خلينا نجي نشوف شنو المفاتيح التحكم او الكونترول keys مثلا الالت الكونترول علامة هذي الويندوز اللي موجودة بالكيبورد فمثلا بالكيبورد لاني مثلا هنا ما قدر اراويكم الكيبورد وهذا اللي هو الانسكرين كيبورد مثلا المفاتيح التحكم او الكونترول keys اللي هي مثلا هذي الاشارة الويندوز اللي من اضغط عليها تنطيني التراويلي الستارت او البداية الستارت منيو الالت الكونترول هذي كلها هي كونترول keys بالنسبة للفونكشن keys هي هنانا مظاهرة لكن مثلا بالكيبورد اذا تشوفون الكيبورد اللي امامكم راح تشوفون هنانا اكو عندنا مجموعة من الازرار اللي هي مثلا F1 F2 F3 هذي كل واحدة من عدها تأدي الى وظيفة معينة مفاتيح التنقل اللي راح نتنقل بها خلال الدوكيمنت مثلا الاسهم الاعلى والاسفل يمين يسار الاند الpage up page down page up مثلا تنطيني صفحة للععلى page down تنطيني صفحة للأسفل الhome ياخذني الى مثلا الاني بالword ياخذني الى بداية السطر الاند ياخذني الى مثلا نهاية السطر طيب باللي اكو مجموعة من الكيبورد اكو انواع من الكيبورد اهنانا تكون موجودة الارقام اللي هي لوحة مفاتيح الرقمية طبعا شكل الكيبورد يختلف من نوع الى اخر اكو مثلا كيبورد بيها هذي الارقام اكو لعما بيها ايضا مكان وجود الhome والاند والانسرت الكونترول الالت هذان كلها ايضا تختلف من كيبورد الى اخر لكن الوظيفة مالتها هي وظيفة واحدة كلها يعني تقدي نفس نفس الوظيفة نعم فهذا هو المهم بالنسبة للكيبورد بالنسبة للمارس المارس يكون بيه مثلا عدة اشكال طبعا حسب المكان او الشيء اللي احنا نستخدم يعني مثلا مثلا لنفرض انه مثلا اريد اعدل على هذه الكتابة راح تشوفون انه شكل الماوس اتغير صار هو وضع التعديل وضع التعديل اذا اريد اني مثلا انقل هذه انقلها من مكانها راح تشوفون انه شكل الماوس اتغير ومطاني سماحية انه اني ممكن اني اغير المكان هذي هذي الكمبوننت او هذي الخالية عدنا انواع كثيرة من الماوس قسم قديمة اللي هي اللي كان يكون بيها مثل الطوبة تتحرك او يعني التراكبول ممكن انه احنا يكون عدنا مثلا عدنا موس ليزري عدنا اللي هو العادي اللي احنا نستخدمه ممكن يكون عدنا موس يكون USBB او يشتغل بلوتوث الى آخرين فهذي احنا عدنا انواع كثيرة من الماوس بالنسبة للكاميرات عدنا كاميرات الديجيتال او الويب كام هذي ايضا من اجهزة الادخال عدنا مثلا الطابعات عدنا المايكروفون او الجويستيك او هكو ايضا ادنا الجويستيك او ممكن تشتغل بيا الحاسبة هذي بالنسبة لانجهزة الادخال بالنسبة لانجهزة الاخراج عدنا وحدات العرض البصري الشاشة هاي الشاشة اللي امامكم شاشة LCD او حتى شاشة البلازمة الشاشات القديمة CRT اللي هي تكون بها ظهر من ورا فهذه كلها هي الشاشات او العرض او ممكن حتى عرض الفيديو او ال data shop اكيد انتم شايفين بالمختبر عدكم السماعات مال الحاسبة الى اخره بالنسبة للطابعات اني شفت الامتحان اللي سوينا عن اجهزة الادخال والاخراج او بالحقي هو كان اختبار يعني بسيط بس نشوف مدى استيعابكم للمادة او يعني مدى معرفتكم الاولية بالنسبة للطابعات مثلا كتبوا لي قسم مثلا الانكجيت او كتبوا الليزر من نكتب بالاجهزة الاخراج احنا نكتب البرينتر نكتب الطابعة لكن الطابعات هي بيها عدة انواع يعني الطابعة النقطية اللي يعني تستخدم يعني تنقط اها ممكن يكون الطابعة القديمة اللي مثلا احنا نشوفها بال مثلا اذا فايتين مثلا بانك الرافد يعني يسحبوها تشوفون انو الورقة شي مثل السمائية فاتحة ومثقبة هذي الطابعة القديمة اللي هي الطابعة النقطية والصور مالتها موجودة خالت الكم ياها وي الكتاب بالملزمة الPDF اما مثلا الطابعات الانكجيت فهي الطابعة اللي تطبع عنها الاسود الطابعة اللي هي الطابعة الملونة مثلا اذا عدنا احنا طابعات ريد نرسم بها خرائط او مثلا بالجامعات ريد نسحب الماستر شيك اللي هو يكون بدرجات الطلاب وهذا احنا نطبع بال أو بالراسم اللي هو يكون نوع خاص و نعتمد به مثلا بالرسم الخرائط فهذه هي الاجهزة الاخراج من الكيان المادي اللي هي الاجزاء الداخلية اللي من اهمهم واحد من عدها اللي هي وحدة المعالجة وحدة المعالجة المركزية وحدة المعالجة المركزية هي من اكثر اجزاء همية بالحاسوب ليش احنا قلنا انه هي تكون بمقام العقل للانسان فهي تعالج البيانات تتنسق العمل بين اجزاء الحاسوب المختلفة مثل ما احنا دماغنا هو ينسق الحركات يعني مثلا يدير الاجزاء الداخلية للجسم او مثلا حركة الايد مع حركة الرجل الى اخر من تتكون هاي الوحدة تتكون من اول الوحدة الحساب والمنطق اللي هي تكون مسؤولة عن العمليات الحسابية جمع طرح قسم الى اخر وكذلك العمليات المنطقية مثلا المقارنة اكبر من اصغر اكبر يساوي يساوي وحدة التحكم اللي هي تكون تحتم بمراقبة تنفيذ الاعمال اللي يقوم بها الحاسوب وتتحكم بالعمليات الاخرى يعني تتراقبهم وتسيطر عليهم وحدة الذاكرة الرئيسية اللي هي يكون بها خزن البيانات تنقسم الى قسمين اللي هي الذاكرة القراءة فقط اللي هي الريد only memory وذاكرة الوصول العشوائية اللي هي random access memory هذي هاي الذاكرة طبعا هي تكون روم هي فقط القراءة ما نقدر نغيرها واستخدامها مثلا مثل البيانات اللي موجود عندنا بالحاسوباتنا اللي هو من اول من شغل الحاسبة تظهرنا الشاشة السودة ويا الكتابات البيضة هذا هو البداية التشغيل الحاسبة يعني النظام التشغيل الاولي للحاسبة يعني مثلا في الحاسبات القديمة مثلا الويندوز 95 او الويندوز ميلينيوم كان ما يشتغل ما يقلع الا احنا نخلي مثلا فلوكي ديسك ديسك مربع يكون به هو نسميه الويندوز او البرنامج اللي ينهض بي ال 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 نظام التشغيل نخلي هاي الديسك اول مرة يشتغل الويندوز هسا لا هسا تشوفون انه احنا الويندوز الحالي اللي يكون الويندوز مالكه هو موجود وين بالرام ذاكرة توصول عشوائي الرام اللي هي الرام مالي احنا نسميه هذا الرام مالي الحاسبة يعني مثلا اشخاص اللي يحبون يلعبون الالعاب يقولك احنا نريد حاسبة يكون مثلا الرام مالكه كبير حجم الحجم مال الذاكرة مالتي يكون كبير ليش حتى يستوعب كمية المعلومات اللي تطلبها هذه اللعبة شوفوا مثلا بمجرد ما تنطفي الكهرباء او ينتنطفي الحاسبة المعلومات اللي موجودة بالرام تروح تختفي بينما الموجودة بالرام لا تبقى يعني احنا دائما نقدر نفتح الشغلة الحاسبة البيوز يكون موجود الذاكرة بصورة عامة الذاكرة بصورة عامة قلنا الذاكرة الرئيسية فقد سمناها احنا الرام والرام وعدنا ذاكرة ثانوية او مساعدة اللي هي محرك الاقراص القرصة الثابت اللي هو الهارد ديسك مالتنا الهارد ديسك اللي موجود عدنا بالحاسبة ممكن انه مثلا ناخد معلوماتنا على CD ممكن ننتقل من مكان الى مكان واكد هو ارخص من لو اشترينا هارد القرص المرن هاي احنا اللي هو الفلابي ديسك احنا بعد من استخدمه لكن هاي هي ممكن احنا سهنانه بالذاكرة الثانوية عدنا الـ Flash Memory يعتبر ايضا من الذاكرة الثانوية او المساعدة يعني اللي هي الذاكرة الحاسوب الحقيقية هي بالذاكرة الرئيسية لكن هاي الذاكرة هي كلها ذواكر ثانوية مثل الـ Hard والCD الـ Ram Memory الى آخر عندنا هنالا مقارنة ما بين الروم والرام من ناحية التعريف من ناحية الاستخدامات ممكن كتاب عليها او لا القراءة منها سرعة العمل مالتها والاستعمالات الشائعة الها واللي هي تقريبا احنا ملخص لما تم ذكرة سابقا من الـ Hard وير او الاجزاء الاخرى اللي هي المنافذ هذه مثل ارجع اقول انه هذه الاوراق المهمة موجودة من الكتاب اللي هو اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية الجزء الاول موجودة بالPDF مع هذا الملخص عدتكم بالClassroom هذه المنافذ كل واحد هو طبعا يؤدي عمل معين قسم موجودة باللابتوب ممكن قسم يكون موجود ايضا بالدسكتوب قسم ما موجودة باللابتوب فقط بالدسكتوب الى آخر هين مثلا هاذا الHDMI اكو اشياء احنا مثلا مثلا هاذي هنا الPS2 هاذي الماوس والكيبورد القديمة اللي كان اللي يكون اللي يكون اللي تكون سيريال هسا الحاسبات والحديثة نستخدم بها USB اللي هو هاذا USB الuniversal سيريال باس او المختصمات اللي هو USB احنا نستخدم قبل احنا نستخدم PS2 اللي هو System2 الpersonal stance يعني PS System2 هاذا كان قبل يعني الماوس والكيبورد بالنسبة للكيان البرامج او الSoftware رح نقسم نحن نظم تشغيل اللي هي الانظمة اللي تشغل الحاسبة نظم التشغيل وعدنا البرامج التطبيقية هاي تكلمنا عنها ومتحن يعني نسوي اختبار بسيط بنظم التشغيل قلنا النظم التشغيل ممكن يكون linux ممكن يكون windows الماك بالنسبة البرامج التطبيقية فهي البرامج اللي احنا نستخدم الاغراض محددة مثلا هاي المحاضرة احنا نسويها بالpowerpoint فهو من البرامج التطبيقية عما اللغات البرامجية فعد نحن اللغات مستوى الادنى ليش لانه هي بعد مفرداتها عن لغة الانسان تكون بلغة الالة المستوى المتوسط هي وسط ما بين اللغة الانسان واللغة الحاسبة مثلا الاسمبي لانجوج او لغة التجمية مثلا مثلا ناخد هذا يعاز مثلا move a فارس 5 يعني مثلا هنا شنو يعني نقلي move اللي هي كلمة انسان نقلي رقم 5 وخليد بهذا البفر اللي هو اسمه a فإذا هي خليط ما بين لغة الانسان وال الالة المستوى العالي لغات المستوى العادي لا هذه اللي هي اللي نستخدمها حاليا اللي تكون هي المبرمج بعد ما يهتم انو هذي شون ده تشتغل العمليات أو شون ده تتنفذ مثلا قدنا كلمة print مثلا نستخدم لغة python نستخدم print للطباعة بينما مثلا كنا مثلا بال C++ مثلا قدنا Cout اللي هي للطباعة نعم فالمستوى العالي هي تكون أقرب إلى اللغة الإنسان وما يحتاج المبرمج أن يعرف شنو شون أعداد وال hexadecimal أو النظام السادس عشري عملية التحويل من النظام الثنائي إلى العشري أنتم ما مطالبين بها وبالنسبة لقسم أنظمة الحاسوب أنتم تأخذوها في مادة الصيانة لكن احنا نحتاج نعرف شنو هي الأنظمة الأعداد اللي موجودة البت البت والبايت البت والبايت البت هو أصغر وحدة تخزين مختصر البايناري ديجت البت هي أصغر وحدة تخزين من الباينري ديجت يعني مثلا مثلا احنا لقياس الوزن هو الغرام والكيلوغرام الغرام هو أصغر من الكيلوغرام فنفس الشي هنانا بالنسبة احنا لقياس الميموري لقياس الذاكرة نستخدم البت والبايت البت هو أصغر وحدة تخزين البايت هو مجموعة ثمان بيت يتكون من ثمانية بيت والمجموعة كمالتهم هي وارد يعني مثلا إذا احنا لدينا two bytes خيان bytes هي كلمة متكونة من شنو من two bytes فهذا هو البت والبايت هذا الجدول يوضح الوحدة القياس ورمزها واسمها يعني بالعربي وبالإنجليز يعني البت أو يرمز إلى البي اللي هو البت البايت هو يتكون من ثمانية بيت الكيلو بايت الكيلو بايت أو الكي بي تلاحظون أنه البايت هو بي كابيتل البت هو بي الكيلو بايت اللي يتكون من 1024 بايت الميجا بايت يتكون من 1024 كيلو بايت الجيجا بايت يتكون من 1024 ميجا بايت وتشوفون هنا المختصرات مالتهم وآخر شي عندنا الترا بايت اللي هو 1024 جيجا بايت حضرتنا اللي هاد اليوم انتهت اتمنى انه تكونون استفاديتهم من عندها ونذكر انه انا موجودة اياكم بالصاف الصباحا للاجابة عن اسئلتكم شكرا لكم واتمنى لكم كل الخير والتوفيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة